اشتركوا في القناة طبعا في هذا المقطع رح نناقش سويا احتمالية ان روكستار تنزل لنا اضافة اللي هو Undead Nightmare 2 او زي ما يعرفها البعض باضافة الزومبي فرح نناقش هذا الموضوع سويا وايضا رح اعطيكم بعض الادلة الموجودة في Red Dead Redemption 2 على انه ممكن تنزل لنا Undead Nightmare 2 يعني في بعض الادلة القوية الموجودة في اللعبة فيلا نخش في المقطع اولا بالنسبة للاشخاص اللي ما يعرفون ال Undead Nightmare بكل بساطة كانت اضافة لطور القصة للجزعة الاول من Red Dead Redemption وتحديدا كانت عبارة عن بعض المهمات الاضافية لجون مورستن وجون مورستن فيها يحاول يحصل علاج للمرض المنتشر بشكل كبير جدا في المدينة واللي انتشر وصار يعني يوصل لاماكن بعيدة جدا والبعض سمى مرض الزومبي فكان جون مورستن يدور علاج او يحاول انه يحل هذه المشكلة هذه بكل بساطة هي اضافة ال Undead Nightmare فلاعبين Red Dead Redemption 2 الآن يطالبون ويسألون روكستار بجزء ثاني من Undead Nightmare ويكون في Red Dead Redemption 2 طيب خلوني اقول لكم انه في بعض الادلة الموجودة في اللعبة واللي تدلنا على وجود Undead Nightmare 2 قادم لنا فيلا نخش في بعض الادلة طيب اول دليل رح يكون في هذا المكان زي ما تشوفون في الجيم بلاي بالقرب من Blackwater طبعا لما توصل للمكان رح يكون بهذا الشكل وفي هذا المكان رح يكون في بير وهذا البير واحد من اقوى الادلة على انه Undead Nightmare 2 قادمة مستقبلا دليل قوي تعالوا شوفوا معايا لما تنزل في هذا البير رح تلاحظ شي غريب جدا حدث لجون مورستين اول ما تنزل تحت رح تتحول عيون جون مورستين للابير ووجه جون مورستين قلب كأنه زومبي او انه مريض بالمرض المنتشر سابقا فشي غريب جدا 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 يعني اول ما تنزل جون مورستين يتحول 180 درجة عيونه تصير بيضة ووجهه يقلب رصاصي وشعره يصير ابيض ايضا لو تلاحظ اكثر رح تحصل بعض الجروح والدماء في وجه جون مورستين طبعا لما ترجع للخارج وتطلع من البير جون مورستين يرجع بشكله طبيعي لما ترجع مرة اخرى للبير رح يقلب زومبي ووجهه رصاصي وشعره ابيض زي ما تشوفون شي غريب جدا طيب ابغاكم تركزون معايا شوفوا الفرق لما اكون في بداية السلم ولما انزل شوية تحت للبير طبعا لما تكون فوق جون يكون عادي ووضعه جدا جدا طبيعي لكن بمجرد ما تبدأ تنزل تحت شوية على طول يتبدأ ملامح جون تتغير ويبدأ يتحول لزومبي يصير شعره ابيض ووجهه رصاصي طبعا هنا رح تلاحظ يعني فعلا انه في فرق بين جون العادي ولما ينزل تحت في البير طبعا قبل شوية شغلنا كان في الصباح يعني ممكن الملامح ما تكون واضحة خلونا نجي في الليل طبعا لما تيجي للمكان في الليل رح تلاحظ انه فيه فرق كبير جدا من اللي هو في الليل وفي الصباح في الليل الملامح جدا جدا واضحة طبعا لما تكون في البير وتشغل الكشاف رح تحصل جون مورستن عادي لكن لما تطف الكشاف رح تحصل ملامح الزومبي واضحة شعر ابيض وجهه رصاصي وايضا الجروح في وجه جون مورستن وراسه واضحة جدا طبعا في بعض الاشخاص لما ينزلون للبير رح يكون تحولهم واضح جدا وبشكل كبير يعني تعالوا شوفوا معاي هذا الشخص طبعا هذا الشخص لما نزل للبير على طول تحول لزومبي وملامحه واضحة جدا يعني على طول وجهه قلب رصاصي وشعره ابيض لكن اللي ميزه عننا انه الجروح اللي في وجه جون مورستن كانت جدا جدا واضحة زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا اتوقع الموضوع يتعلق بالشرف فاذا كان شرفك عالي رح تكون الملامح غير واضحة لكن لو كان شرفك نازل رح تبان بشكل كبير جدا زي خويا اللي شفناه قبل شوية فصراحة شي غريب جدا ايضا ترى تقدر تجيب ارثر مورغين لهذا البير وطبعا لما ارثر مورغين ينزل للبير ايضا رح تبان ملامح الزومبي فيه شعره ابيض ووجهه رصاصي لكن في شي يميز ارثر مورغين لو تلاحظون تحت عين ارثر مورغين رح يكون فيه يعني زي الدم المتراكم زي كذا فارثر مورغين يعني لما ينزل ايضا رح يتحول لزومبي او تظهر عليه ملامح الزومبي زي جون مورستن بالضبط الدليل الثاني الدليل الثاني رح تكون الكتابات والرسومات الغريبة جدا في منطقة بلاك ووتر طبعا الرسومات منتشرة بشكل كبير جدا في سطوح بيوت بلاك ووتر وايضا في الممرات وغيرها طبعا الرسومات لما تجي تطالع فيها رح تكون غير مفهومة تطالع فيها يعني ايش وضعها هذه حينما رح نفهمها ابدا لكن في شخص قدر يعني يفك الرموز هذه ويترجمها لنا ويجيب المعنى الكامل لهذه الرموز وطلعت لنا التالي طبعا لما انا اجي اترجمها لكم يعني 100% رح تكون ترجمتي غلط لانه يعني هذه عبارات غريبة جدا والترجمة الفعلية لها رح تكون تبارك صانع السلام ايو تيتل واللي ما يعرف ايو تيتل ايو تيتل هذا هو المسؤول عن الزومبي او زي ما سموه في الجزء الاول من انديد نايتمير سموه اله الزومبي طبعا ايو تيتل ظهرت لجون مورستين مرات عديدة جدا على شكل امرأة تعالوا شوفوا معايا الجيم بلاي ايو تيتل ايو تيتل ايو تيتل فصراحة انا اشوف هذا الدليل دليل جدا جدا قوي على وجود انديد نايتمير 2 رح ينزل لنا مستقبلا يعني روكستار تحط ايو تيتل او تلميح لايو تيتل اله الزومبي في ريدد ريدمشن 2 فهذا يعني احد الادلة القاطعة او اللي هو تلميح قوي جدا على انه في انديد نايتمير 2 الدليل الثالث لما تروح للفنس اللي في مدينة الساندينيس رح تحصل هذا القناع الاخضر وهذا القناع هو احد اقنعة ايو تيتل اللي تظهر في الجزء الاول من انديد نايتمير فالقناع الاخضر احد الادلة على انه انديد نايتمير 2 ممكن تنزل لنا مستقبلا اشتركوا في القناع الدليل الرابع رح يكون انه في بعض الاشخاص يقال انهم زومبي طبعا هذول الاشخاص رح يكونون في المستنقعات ورح تحصلهم في الليل طبعا لما تيجي في الليل رح تحصل هذه الحرمة قاعدة تبكي بعدها لما تجي تكلمها تقولها ايش وضعك على طول تطعنك بعدها رح يهاجمونك اشخاص اخرين ما لنا في موضوعهم حنا لكن ابغاكم تركزون على اشكالهم عيونهم لونها ابيض وايضا جلودهم وجوههم الوانها رصاصية زي ما كان لجون وارثر في البير فصراحة هذول الاشخاص غريبين جدا وايضا هذول الاشخاص احد الادلة على انه ممكن تنزل لنا انديد نايتمير 2 مستقبلا الدليل الخامس هذا البير لما تجيه في الاونلاين رح تحصله مقفل بخشب كلنا نعرف انه جميع الاماكن اللي في الاوفلاين تقدر تروح لها في الاونلاين وتستكشفها الا هذا المكان لما تجيه رح تحصله مقفل بخشب واندل على شي فهذا يدل على انه في شي مخبة لهذا المكان وممكن يعني يسوون شي جديد في هذا المكان من وجهة نظري انا صراحة الادلة اللي عندنا نوعا ما قوية لكن في الاول والاخير تبقى ادلة بدون اثبات يعني 100% انا ما اكد لكم انها رح تنزل لكن الاحتمال جدا جدا قوي اننا نشوف انديد نايتمير 2 مستقبلا طبعا عندي شي بسيط كذا ودي اضيفه اذا فعلا نزلت لنا انديد نايتمير 2 اتمنى انه يكون بطلها ارثر مورغين ومو شخصية اخرى خصوصا ما نبغى جون مورستن نبغى انديد نايتمير 2 بارثر مورغين شاركونا في خانة التعليقات هل تحسون الادلة قوية او انه ادلة ضعيفة وهل تبغونها بارثر مورغين ولا بجون مورستن طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ولا ما في انديد نايتمير حمزة حمزة حطوا لايك ليجيكم هيد دمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة